السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتو بخير اخباركو ايه يارب تكونوا كويسين طبعا بقلنا كتير قوي ما عملناش فيديوهات فترة اجازة وهدوء كده وراحة بال يعني علشان واحد يشحن الطاقة كده للي جاي ان شاء الله واجواء كلها حرارة فان شاء الله تبقى عودة قوية النهاردة هنتكلم على سماعة سوني الاحدث الين اير ذات الاسم الطويل كالعادة بتاعة سوني WF-1000XM4 الفيديو ده برعاية موقع LuckyEgypt.com اعلى موقع بيرجع لك كاشباك على مشترياتك في مصر واللي بتوصل لحد 20% على كل المواقع اللي بتحبها زي سوق وجمية وعلي اكسبريس وغيرها اول ما هتعمل حساب هيدي لك 50 جنيه هدية تقدر ان انت تستفيد بيها بعد اول عملية شراء اونلاين خلال شهر اغسطس لو اشتريت من خلال موقع Lucky Egypt ممكن تكسب بلاي ستيشن 5 وحيتم الاعلان عن الفايز اخر الشهر على حسابهم على انستجرام طريقة استخدام الموقع سهلة ادخل على LuckyEgypt.com اختار الموقع اللي هتشتري منه وخلص عملية الشراء هترجع على Lucky Egypt هتلاقي الكاشباك الكاشباك بينزل على حسابك خلال 17 يوم وده اسرع موقع بيرجع لك كاشباك تقدر كمان انك تستفيد بعروض الكاشباك اونلاين عن طريق برنامج Lucky Egypt على موبايلك رابط الموقع حسابه لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو يمكن الاصدار التالت من السماعة دي انا استخدمته شوية ولكن ما عملتش عنه فيديو لان الحقيقة ما كانش عاجبني التصميم وكان حجم السماعة وحجم العلبة كبير بشكل مبالغ فيه ما اختلفش رأي كتير قوي في السماعة الحالية لا زالت حجم السماعة كبير ولكن العلبة حجمها قل شوية ولكن قلت ما ينفعش ان انا افوت جيلين من غير ما اعمل فيديو عنه فالنهاردة هتكلم على تجربتي خلال اسبوع او عشر ايام للسماعة الجديدة اولا العلبة الخارجية اللي محطوط فيها السماعة اللي هي الغلاف معمول من مواد معاد تصنيعها وصديقة للبيئة حجمها طبعا بقى اصغر ويدوبك هي تحتوي على السماعة وشوية الحاجات الاضافية اللي هي الكابل والايرتيبس السماعة نفسها او العلبة بتاعت السماعة نفسها اصبح حجمها اصغر ولكن قبل ما اتكلم على الحجم خلينا اقول لك لو انت اخدت القرار ان انت تشتري السماعة دي فانصحك وبشدة انك تشتري اللون الاسود وتبعد عن اللون الرمادي السماعة انا بستخدمها لاستخدام الطبيعي اللي بستخدم فيه كل السماعات بتاعتي حطتها في جيبي او في شنطة اليد بتاعتي وللأسف تحول اللون بتاعها للي انتوا شايفينه ده ازاي معرفش والحقيقة انا واحد من الناس اللي بتحافظ جدا جدا على الحاجة بتاعتها والاماكن اللي بحط فيها التليفون او السماعة لازم تكون اماكن نظيفة ما تتعرضش انها تتكحت او تتجرح او تتبهدل او تتوسخ فدايما بحافظ ان انا احط السماعة او التليفون في اماكن كويس انها تبقى بالمنظر ده فامر انا مستغرب له يعني هي ازاي وصلت للحال ده المادة اللي متصنع منها العلبة من برا الحقيقة مادة غريبة جدا وقدت للمنظر اللي احنا شايفينه ده بعيدا عن القصة دي وزي ما بقول لكم تختاروا اللون الاسود او لما هتفتح العلبة هتلاقي التصميم الجديد اللي سوني عملته في السماعة واللي اختلف جزريا عن الجيل اللي فات كلا التصميمين بصراحة مش عاجبيني يعني لا التصميم القديم عجبني نظرا لان حجمه كان كبير جدا ولا التصميم الجديد عجبني بالشكل الغريب بتاعه والحلقة الدائرية دي ولكن التصميم ازواء ممكن يعجبك وممكن ما يعجبش غيرك هو عن نفسي مش عجبني او لما هتحط السماعة في ودنك هتنتقل لخطوة من اتنين اما ان انت تكون راضي جدا عن السماعة دي والاداء بتاعها واما ان انت مش هتكون راضي عن السماعة وحتشوفها سماعة دي وده لان اولا حجمها كبير ثانيا تثبتها في الودن محتاج جهد شوية ومحتاج ودن بتفاصيل خاصة شوية اولا لما بتيجي تركب السماعة لازم تكرك لها شوية كده تتعطي لفها يمين وشمال لحد ما تثبت في ودنك بشكل معين علشان تقدر بعد كده تستمتع بالخواص بتاعتها اولا لما هتوصل للنقطة دي هتسمع صوت ما سمعتوش قبل كده جودة صوت ونقاء عالية جدا بالاضافة للعزل اللي بتتميز به كل سماعات سوني لكن لو مقدرتش ان انت توصل لدي وحاولت ان انت تجرب بقى ان انت تغير بتاعت الودان دي باشكال مختلفة فممكن مش هتستمتع بقى بالمزايا بتاعت السماعة السماعة كجودة طبعا صوت فخم جدا وده في حالة ان احنا عرفنا نسبتها في الود صوتها فخم جدا بيز عالي جدا وقوي واداء فخم وعزل للضوضاء اقدر اقول لو انت مش مشغل موسيقى ان العزل بيوصل من 85% ل90% تقريبا ولو انت مشغل موسيقى تقريبا بتنعزل عن اللي حواليك 100% وعشان كده دايما بنصح وبقول محدش يستخدم السماعات العزلة للضوضاء سواء in ear او over ear وانت ماشي في الشارع الا لو كنت متطمن انك ماشي في مكان امان لان الموضوع دوت ممكن يكون خطورة على حياتك لانك بتنعزل حرفيا عن اللي حواليك السماعة الجديدة فيها كل الخواص اللي اتكلمت عنها في السماعة ال over ear ولو ما كنت شفت الفيديو فانصحك انك تشوفه من الاي اللي هتظهر فوق هنا نفس الخواص تقريبا ولكن هنا اصبح فيها ميزة ممكن تشوفها ميزة وممكن تشوفها عيب الميزة ان السماعة اليمين اصبح اللمس فيها لخواص مختلفة عن السماعة الشمال السماعة اليمين عن طريق اللمس لمسة واحدة انك تشغل الموسيقى ولمسة تانية توقف الموسيقى ولكن لو لمست السماعة الشمال فالامر مختلف مش هتشغل الموسيقى ولا توقفها وانما هتحول من ال ambient mode لل active noise cancelling فانت هتاخد شوية وقت على بل ما تتعود على القصة ديت ان انت تشغيل الموسيقى وايقافها من اليمين تفعيل ال ambient mode او active noise cancelling من الشمال او لما هتفعل active noise cancelling خلاص هتنعزل عن العالم زي ما قلت واو لما هتفعل ال ambient mode هتبدأ ان انت تسمع الاخرين او الطرف اللي انت بتتكلم معاك او العالم المحيط بيك كأنك مش لاب السماعة فالسماعة دي لو مريحة في ودانك وتقدر ان انت تستخدمها عادي جدا في ودنك من غير ما تحتاج ان انت تحطها في العلبة لان دي احد المشاكل اللي بتواجه الناس دايما انه لازم يدور على العلبة عشان يشيل السماعة عشان يقدر يتواصل مع الناس لو قدرت ان انت تحط السماعة في ودانك فترة طويلة فانت هتستمتع بحياتك عادي جدا كأنك مش لاب السماعة المايك بتاعها جودته كويسة جدا في التواصل ال ambient mode بيخليك تسمع اللي حواليك بشكل واضح جدا او لما تفعل ال active noise cancelling فانت هتنعزل تماما عن العالم وخصوصا زي ما بقول لو شغلت الموسيقى النقطة الاخيرة اللي حابب ان انا اتكلم فيها موضوع المايكات وانتو عارفين دايما انا بقول ان السماعة بتكون سماعة موسيقى فيه سماعة موجهة للمكالمات وفيه سماعة موجهة للموسيقى دي سماعة موسيقى ولكن بيتحط فيها مايك او مجموعة من المايكات علشان لو احتاجت ان انت تعمل مكالمة وطبعا السبب الرئيسي موضوع ال ambient mode دا علشان تقدر ان انت تسمع اللي حواليك ولكن لو احتاجت ان انت تستخدمها كسماعة مكالمات فهنا لازم نسمع التجربة دي طبيعي هجربها مع عمر مرة هكون في مكان هادي جوه البيت هعمل معاه مكلمة سريعة ومرة هكون في مكان ضوضاء او دوشة كتير وهعمل معاه مكلمة علشان تشوفوا جودة المايكات واداءها في المكالمات عمر السلام عليكم أخبارك ايه طبعا لما اجا اجرب مايكات فما ينفعش ان احنا نجربها مع حد غيرك لازم نستمتع بالكلام معاك ونسمع رأيك في تجربة المايك اخباره ايه طبعا المايك والله يعني صوته كأنك بتكلمي من تريفون اني صوت واضح جدا وفوش ايه حاجة ما طيب انا حاليا بكلمك طبعا من الستوديو فالدنيا هدوء هنا ومقفل علي الدنيا ولكن حنزل للوقت يا عمر وكلمك من اكثر الاماكن دوشة طبعا يالله سلامه هالو عمر ازنية اه اه قول تكلمك بقى من مكان متزحم علشان نجرب الشماعة المرادة بي انا واقف شارع جسم السويس والعربيات راحة جاية والدوشة بتاعة الناس ساقول لي السوق اه مار و ايه دلوقت اه هو سبت يعني كويس بس اه يعني مش حاسس فيه شوية 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 بس اولا انا حاسس ان فيه شوية هوا داخل السماعة مش عارب اه اه الهوا اولا كانين فيه يعني سوق مكتوم شوية سوق مكتوم شوية سوق مكتوم شوية على العموم هل انضل من قبل كده اجياء من السماعات الثانية احنا مجربناش الجيل اللي فات بس اه على الاصل من السماعات الثانية اه لا مكتوم شوية بس يعني على الاسم اكتو واضح يعني عارفة اه اه اسمع كل كلمة طيب على العموم تجربة كده والدوشة ونواقف الشارع شكرا نعود دي كانت تجربة السريعة لسماعة سوني ذات الحجم الكبير والاسم الكبير ال WF 1000 XM4 على العموم هي مش موجودة في مصر بشكل رسمي ولكنكو تقدروا انكو تشتروها من صفحة ريدي ستور اللي حسبلكو برضو رابط الصفحة في صندوق الوصف اسفل الفيديو بشكركم واشوفكم في فيديوهات تانية في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة